وافقت لجنة العقود في مؤسسة الموانئة الكويتية برئاسة مديرها العام الشيخ يوسف العبدالله الصباح على المقترح المقدم منه بإنشاء أول مدينة لخدمة مصنع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وذلك في دولة الكويت وأوضح العبدالله أن المؤسسة قادرة على تقديم كافة الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنع السيارات الكهربائية اشتركوا في القناة